معايا ديئة وعرف إنك نفسك تتكلم كتير على أكرم توفيق بس هزي تدي له حق أقوى سايف هنشغل القطاط وحنا نتكلم على أكرم توفيق أكرم توفيق النهاردة يا كريم بيقدم مباراة بريحة أكرم توفيق أول ما بدأ مشاركاته مع النادي الأهلي أكرم توفيق بيقدم أفضل أداء للعب وسط ملعب في البطولة بالكامل 15 استخلاص من 15 فوز بالكرة من 18 التحام الثنائي تعرفين إيه؟ لعب في فاينال تشامبينز ليج أفريقيا بياخد 15 كرة 15 إفساد للهجمة من المنافس وتمانية تاكلينج ناجحين وساهم في فرصة صناعة فرصة له وسام أبو علي خلال المباراة عنده 40 استخلاص للكرة وفوز بالتحامات سنائية في أربع مباريات شارك من في دوري أبطال أفريقيا هو المعدل الأعلى لأي لعب وسط 10 كرات في المباراة 10 صراعات سنائية بيفوز بهم الراجل في المباراة قد مباراة وأفسد كل هجمات الترجي وناس كتير استغربت هو ليه بيسحب مروان وسائب أكرم في الملعب؟ علشان ده الناس تركز في الفريمز وإحنا بنتكلم هتلاقي إن كل الفريمز اللي بتتعارد دي إفساد لهجمات خطرة جدا أو مرتدة أو الحصول على القرة في عملية الضغط العكسي عشان كده الأهلي استعاد ملك الصراعات السنائية ملك القرة التانية أكرم توفيق في المباراة اليوم علشان كده عن جدارة واستحقاق هو اتكرم بعد المباراة كرجل المباراة وده كان أقل حاجة يتكرم به أكرم توفيق عن أداءه في الفترة الأخيرة وتوجت في مباراة النهاردة علشان يكافأ على فترة طويلة ما بين إصابات وما بين فترات فيها لدك